موسيقى زيان أو قبائل زيان بالشرحة الزيان مفرد والزيان للجمع هم السكان والقبائل الأمازيغ لمدينة خنيفرة والنواحي في وسط الأطلس المتوسط ويسمون بزيانيين ومفردها زياني أو زيانية والمعروف على السكان زيان ارتباطهم بأرضهم وخاصة فترة دخول فرنسا للمغرب حيث لقت مقاومة كبيرة من ترف قبائل زيان وكان على رأسهم محا أو حمو زياني وأهم معركة كانت مع فرنسا هي معركة لهري في نومبر من عام 1914 وتعتبر مدينة خنيفرة التي تنتمي للأطلس المتوسط بالمغرب عاصمة قبائل زيان الأمازيغية وهي توجد على ضفتين نهر أم الربيع وتعتبر المدينة القديمة نواة حضرة خنيفرة قبل سنة 1900 والتي تتميز بأزقتها الضيقة ومتاجرها المخصصة لتجارة التوابل وكذلك صناعة الجلد والصوف مما يجعل من مركزها نموذج المدن العتيقة للمملكة وقد امتدت حول هذه النواة مدينة عصرية ببناء حديث وعمارة عصرية ذات للطوابق مع الحفاظ على الأبنية التي خلفتها الحقبة الاستعمارية وتعد الموسيقى واحدة من أهم النوافذ التي يمكن من خلالها التعرف على التقافة الأمازيغية الزاخرة بالتنوع التقافي والتراتي لدى القبائل الأمازيغية والتي تعتز بهويتها وتبرزها في مناسباتها المختلفة لتشكل أرضية خصبة تنطرق منها الأجيال لإطراء المشهد الفني في المغرب والارتقاء به للعالمية الأغنية الأمازيغية بالأطلس المتوسط جسدت عبر مسارها التاريخي الطويل نبض الإنسان الأمازيغي في استضاماته مع واقعه كما عبرت عن انكساراته وتطلعاته وقد بدأت الأغنية الأمازيغية بالأطلس المتوسط بالأداء التقليدي الخام وعلى المستوى الشعري انطلقت بأشكال أولية بسيطة دات ألحان تلقائية عفوية وبأدوات بسيطة إيقاعية كالبندير، المقاس، الناي ثم فيما بعد ستعرف بالآلات الوترية الجمبري المعروف بالوتر وصولا إلى توظيف آلة الكمان الجامنجة التي اقتحمت الجسد الموسيقي الأمازيغي في نهاية القرن الثامن عشر وتتناول الأغنية الأمازيغية مختلف مناحي الحياة والتجربة الإنسانية التي يعيشها الأمازيغ ويغلب عليها موضوعا أساسيا أولهم الغزل الذي ينتشر كثيرا في جبال الأطلس وتانيهما النقد الاجتماعي والسياسي ويعد النوع الأخير نوعا من الأغنية الملتزمة في الفن الأمازيغي تصحب أنغام الآلات الموسيقية الأمازيغية كآلتي الجمبري الوترية والبندير الإقاعية إلى جانب الناي واربابة رقصات أمازيغية تعبر عن البهجة وحب الحياة والإقبال عليها إذ يؤدي الأمازيغ رقصات منها رقصة أحدوس التي ظهرت في جبال الأطلس المتوسط حيث الغابات دائمة الخضرة ومنابع المياه العدبة والجبال المغروسة بشدة أنواع الأشجار والنباتات التي تحتل جزءا مهما من الخيال الفني والتقافي لدى الأمازيغ وتعرف هذه الرقصة على أنها رقصة جماعية نصف دائرية وتشتهر الرقصات الأمازيغية بارتداء مؤديها للأزياء التقليدية إذ يرتدي الرجال الجلباب أو تشامير المغربي العمام البيضاء متقلدين الخناجر الفضية والمحفظة الجلدية المزركشة بالحرير فيما ترتدي النساء الحولي التقليدية لشعوب إفريقيا ومن أهم رواد موسيقى الأطلس محمد رويشة حمول يازيد بالغازي بن ناصر ولا ننسى الأصوات النسائية حد أعكي صاحبة الحنجر الذهابية وعائشة تغزافت التي اعتقلت إبان سنوات الرصاص بخنفرة موسيقى محمد رويشة أو كما يلقب النابغ في عسف الوطار كان له الفضل في إخراج موسيقى الأطلس من زيان إلى أفق العالمية بخصوصيات فنية زيانية ضاربة في أعماق التاريخ والحضارة والثقافة وحنجر حكيمة مزجت بين الأمازيغية والدارجة المغربية بلحن عدب وابن محمد رويشة حمد الله رويشة ورث من كنوز الراحل الكثير والكثير ولم يتوقف عن تصخير ذلك إرضاء لروح والده سواء على مستوى العزف أو على مستوى إعادة غناء موروزه الأمازيغي والمغربي الذي خلده ريبرتواره الغنائي السلام عليكم معك حمد الله رويشة إبلا مرحوم محمد رويشة تزاديت سنة 1989 قبل من الفن كنت كنت نضير رياضة كنت كنت نضير الدراجة الجبالية عندي عدة جوائز دخلت في سنة 2003 و2004 كنت بطل المغرب لهذا الرياضة إلى أن وصلت سنة 2007 دخلت الميدان الفني كهاوي لهذا الموسيقى وكهاوي لألات الوطار فكنت عزيزة للموسيقى بسفة عامة إلى ألات سنة 2010 شاركت في السامفونية اللي تقمت في مصرح محمد الخاميس بين الريباط مع عدة شباب اللي هم دفنانين تبارك الله وعدة رواب اللي مت منهم اللي يرحموا اللي يبقي اللي يطول في عمره انت كان رفق المرحوم في عدة صهرات وعدة حفلات كان قم بأمور تقنية كمثال اللابالونس فمن بعد تصاب المرحوم بذيك الوعكات الصحية وكانت عنده صهراف في المصرح ديال زينيت في باريز الفرنسية فمشيت بالنيابة عليه وشاركت مع فنانين كبار مع مثلا ستاتي ومثلا سنهاجي وطهور وكان وعدة فنانين قرين فكانت صهراف المستوى وهذه كانت البداية ديالي في الاحتراف فمن بعد شاركت في مهرجانات وطنية ودولية عندي خمسة ديالالبومات في المسيرة ديالي بالامازيغية وبالأغنية الشعبية وعدة لقاءات تليفزيونية في القنوات الوطنية ومساهمات في بعض الجمعيات الخيرية فإضافة المرحومة في أهلات الوطار فهو ضف الوطن الرابع اللي كان خاص لأهلات باش غادي تكمل في النغمة ديالها ولأنه كانت شوفه في الكمان كيت تعزف بربعاد يالليكورد العود كيت تعزف بستا كذلك الآلة كانت كانت تعزف مقام جوج لكن المرحوم كان منفتح على الموسيقى وكان منفتح على جميع المقامات كان عنده إلمان بالموسيقى فقدر باش يدخل الأغنية الأمازيغية لها تسبعات المقامات الكينين في الموسيقى وكان مهتم مباحث فطورات المغربين من طنجر القويرة ما كان محدود في الموسيقى دياله من أمازيغي المرصاوي لملحون الجبالي للصحراوي وكان يدخل هذا الشيء كامل ويعرفوه ويعزفوه بالألة ديال الوطار ويغنيه وعود الأغاني ديالحمول يزيد هذا رائد من رواد الأغنية الأمازيغية اللي كان في سنة 1950 كمثل هاد أغاني ربي ميتاني تايور ويورا شيران وقردادار غوري ديتايما تسافر هادو الأغاني اللي كان معروف بهم هذا الرائد اللي هو حمو واليزيد وعود قصائد أخرين ديالحمول غازي هذا شاعر بمنطقة مدينة واحدة منطقة هنا في الأطلس يقولون لها أغبالو اللي هي أغنيات سدير بيجود غيفي وتبرم الساعة تيرعبون نوري موتن الأوسط الأمازيغية ركي يعرفوا هذا شيء بخصوص الفنانين اللي تلمده لهم المرحوم فهو كين منهم حمول يزيد نيت كين بوسكري عمران نعيني عا وعدد من الرواد ومن العازفين على الآلة الوطر العازفين كانوا كيلقحوا ما بين الموسيقى الأطلسية والموسيقى الأمازيغية مع المرساوي ما قلت في الأول كان عنده إلمان بالموسيقى قاع كان تعزيز عليه الموسيقى الكلاسيكية المصرية وكان ديكسا كانوا السينيمات كان محب الموسيقى الهندية ولا اللبنانية ولا التركية ولا المغربية دينا ولا التراثية بصفة عامة فأنا كشاب من هات شوبان اللي كيمارسوا هاد الفن تنتمنى الفنانين قاعد توفيق وتنتمنى لكان شيء تجديد يكون تجديد لي ما كيفقدش الأغنية الأمازيغية اللون ديالها والروح ديالها وأنهم يلاحظوا كل خطوة دارها المرحوم في المصار الفني دياله لأنه مصار حافل ديال نصف القارن تقريباً خمسين عام من ألف وتسعمية وتنين وستين تل ألفين وتناش فتنتمنى التوفيق للجميع وأن الإنسان يتقفرسوا بدون غرور ولا تغتر بما وصلت إليه إن الغرور يجمد صاحبه ويدفعه للتأخير ساهمت العالمة والتقدم التكنولوجي الذي يسمح للموسيقيين الشباب بالإطلاع على مختلف الثقافات وشتى الألوان الموسيقية في تطول أغنى الأمازيغية وظهور أغاني جديدة تمزج بين الفن الأمازيغي الذي راكم رصيداً تراتياً كبيراً وبين ألوان موسيقية أخرى مأخودة من ألوان غنائية عالمية مختلفة واستخدام آلة موسيقية حديثة في إعادة إنتاج الأغاني الأمازيغية التراتية لتواكب المشهد الفني والموسيقى الحديثة موسيقى موسيقى